أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بعالم الكروشين مع السلام أهلا وسهلا فيكم بفيديو الجزء الثاني من دمية الكلب سنوبي مثل المشايفين الجزء الأول اشتغلنا فيه القسم العلوي من الدمية في هذا الجزء رح نشتغل الجزء القدمين اليدين والذيل ونثبت القطاع كلها مع بعضها ما رح طول عليكم رح نبتدي فورا بالشغل بس قبل ما نبتدي بحب ذكر اللي ما اشترك بالقناة اشترك فعل وزر الجرس ليصلكم كل جديد ومميز من عالم الكروشين مع السلام ويلا نبتدي مع بعض العمل اليدين رح نبتدي بعمل دائرة سحرية بعمل الخيط على شكل دائرة ثبتها بإصبعتي بهذا الشكل من داخل هاي الدائرة بسحب الخيط أول مرة وتاني مرة الدائرة السحرية عندي جاهزة لابتدي فيها الدهر الأول اللي هو عبارة عن 6 غرزات حشو داخل الدائرة السحرية دخلت داخل الدائرة سحبت الخيط هاي أول غرزة حشو هاي التانية تالتة الرابعة خامسة وهي الغرزة السادسة خلونا نسبت الغرزة الأولى هاي أول غرزة بضبوس العلام ومسك الخيط الأصير من الدائرة السحرية بسحبه وبسكر دائرتي بهذا الشكل انتهينا من الدور الأول رح رجع العلامة لآخر غرزة في الدور نبتدي الدور التاني اللي هو عبارة عن غرزة حشو غرزة تزايد منكررها تلات مرات هاي الغرزة الأولى فت فيها زحبنا الخيط وهي أول غرزة حشو بروح علي بعدها تزايد يعني هون في عندي غرزتين هاي واحد ومن نفس المكان خدت التانية هاي تاني غرزة بنرجع منكرر غرزة حشو اللي بعدها تزايد يعني غرزتين واحد من نفس المكان هاي التانية تنين اللي بعدها غرزة حشو واحدة وصلت لغرزة العلامة هاي تزايد التالت والأخير كمان واحد ومن نفس المكان هاي التانية وبرجع العلامة لآخر غرزة في الدور بهذا الشكل وصلنا الدور التالت من الدور التالت حتى الدور 12 هي أدوار ثابتة يعني بس بدي اشتغل غرزات حشو في كل غرزة بدي اشتغل فيها غرزة حشو وطبعا بدي يكون اتجاه الأطعب حيس يكون خيط الدائرة السحرية يطالع من داخل القطعة هذا هو الوجه اللي أنا بديه رح اشتغل حتى اصل للدور لطنعاش بختم بمنزلقة وبترك مسافة من الخيط واستخدمها للتسبيت حتى يصير عندي شكل القطعة بهذا الشكل هذا هو شكل اليد بعد ما اشتغلت اطنعاش دور رح كمل اليد التاني حتى يصير عندي قطعتين العمل القدم رح بدي بعمل ست غرزات سلسلة هاي الغرزة الاولى غرزة هاي غرزة البداية بتدي بست غرزات سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هاي ست غرزات سلسلة بترك الغرزة الاولى وبنبتدي شغل بالغرزة التانية هون بتاني غرزة بدي اشتغل اربع غرزات حشو هاي اول غرزة سلسلة فتنا فيها سحبنا الخيط وهي اول غرزة حشو بهاي الغرزة الاولى بدي حط فيها العلامة هاي اول غرزة في الدور نروح على غرزة السلسلة اللي بعدها بشتغل فيها تاني غرزة حشو هاي اتنين تلاتة هاي تلاتة اربعة لاحظوا وصلنا لاخر غرزة في الدور لاخر غرزة سلسلة بهاي الغرزة الاخيرة بدي اشتغل فيها تلات غرزات حشو بهاي الغرزة الاخيرة هاي واحد من نفس المكان هاي اتنين ومن نفس المكان هون لتلاتة شد طبعا هاد الخيط شان ما يترك عندي هون دائرة ترك عندي هون فتحة نحنا كنا نعم نشتغل بهذا الاتجاه بعد الثلاث غرزات هون بيلف معنا الشغل وبدنا نرجع نعود بثلاث غرزات حشو هاي الغرزة الاولى وهي التانية وهي التالتة وهون باخر غرزة هون بدنا نشتغل فيها تزايد يعني بدي اشتغل فيها غرستين هاي اول غرزة ومن نفس المكان باخد الغرزة التانية بهذا الشكل بنكون انهينا الدور الاول العلامة رح شيلها من الغرزة الاولى هون وحطها باخر غرزة في الدور انهينا الدور الاول الدور التاني الدور التاني ببتدي بغرستين تزايد هاي هي الغرزة الاولى اللي كانت فيها العلامة بدي اشتغل فيها تزايد يعني هاي اول غرزة من نفس المكان باخد الغرزة التانية هاي اول تزايد بروح علي بعدها كمان بدي اشتغل فيها تزايد يعني غرستين هاي اول غرزة من نفس المكان هاي تاني غرزة بعدها بدي اشتغل غرستين حشوب واحد والتانية بعدها بيشتغل اربع غرزة تزايد هاي الغرزة الاولى فيها واحد واثنين وهي الغرزة التانية واحد واثنين هاي الغرزة التالتة واحد واثنين وهون الغرزة الرابعة كمان واحد واثنين بعدها بدي اشتغل غرستين حشوب واحد وهي الثانية بعدها عندي غرستين تزايد هاي اول غرزة بيشتغل فيها الاولى من نفس المكان باخد الثانية وبروح اخر غرزة هي الغرزة اللي فيها العلامة كمان بدي اشتغل فيها تزايد هاي اول غرزة والنفس المكان هاي الثانية هيك انهينا الدور الثانية فورا برجع العلامة لاخر غرزة في الدور قبل ما نبتدي الدور الثالت الدور الثالت ببتدي بغرزة حشوب هاي اول غرزة فيها غرزة حشوب واحدة اللي بعدها فيها تزايد هاي واحد والنفس المكان هاي اتنين بعدها عندي ست غرزات حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهاي السادسة بعدها عندي غرزة تزايد هاي اول غرزة ومن نفس المكان هاي تاني غرزة بعدها في عندي غرزتين حشو واحد هاي التانية بعدها تزايد هاي الاولى ومن نفس المكان هاي التانية بعدها في عندي ست غرزات حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهي السادسة ستة بعدها غرزة تزايد هاي الغرزة لأخيرة فيها تزايد هاي اول غرزة ومن نفس المكان هاي تاني غرزة وصلنا لاخر غرزة غرزة العلامة فيها غرزة حشو وحدة وبرجاة العلامة لاخر غرزة في الدور الدور الرابع والدور الخامس هن الدورين سابتات بدي اشتغل في كل دور منهم اربعة وعشرين غرزة حشو في كل غرزة بيشتغل غرزة لدورين سابتات ما عندي تزايد ولا تناقص بس غرزات حشو بحشتغل هادو الدورين سابتات ونرجع منكمل مع بعض انهيت الدورين السابتات وصلت للدور السادس الدور السادس بيبتدي بغرزة حشو هاي اول غرزة حشو بعدها بدي اشتغل غرزة تناقص غرزة تناقص بدي اشتغلها بتناقص مخفية بدي اطلع من منتصف الغرزة الاولى بنرجع بنطلع من منتصف الغرزة التانية صار عندي خيطين بهذا الشكل بسحب منهم الخيط بيشتغلها بغرزة تناقص واحدة بعدها بدي اشتغل خمس غرزات حشو واحد اتنين ثلاثة اربعة هاي الغرزة الخامسة بعدها بدي اشتغل اربع غرزات تناقص بنطلع من منتصف الغرزة الاولى وبرجع بطلع من منتصف الغرزة التانية بنسحب الخيط من هون وبشتغلها بغرزة تناقص هاي اول تناقص من روحة اللي بعدها كمان منتصف الغرزة الاولى من منتصف الغرزة التانية هاي تاني تناقص منتصف الغرزة الاولى منتصف الغرزة التانية هاي التالت تناقص وهذا التناقص الرابع رابع تناقص بعدها في عندي خمس غرزات حشو هاي واحد اتنين ثلاثة اربع خمسة غرزة تناقص طلع منتصف الاولى ومن منتصف التانية مسحب الخيط هاي غرزة تناقص واخر غرزة هي غرزة حشو الغرزة اللي فيها العلامة هي غرزة حشو ومنرجع العلامة لاخر غرزة في الدور الدور السابع لاحظوا قبل نبتدي الدور السابع لاحظوا شكل القطاع عندي كيف عم بيلم الدور السابع ببتدي بغرزة تناقص نطلع من منتصف الغرزة الاولى منتصف الغرزة التانية بسحب الخيط وهي اول غرزة تناقص بعدها بدي اشتغل اربع غرزات حشو واحد اتنين ثلاثة وهي اربعة بعدها عندي ثلاث غرزات تناقص هاي نطلع من منتصف الغرزة الاولى من منتصف الغرزة التانية بسحب الخيط وهي اول غرزة تناقص بروحها اللي بعدها هزو هون الشغل شوية بيكون صعب هون عند الالتفافة هون هاي منتصف الغرزة الاولى منتصف الغرزة التانية سحبت الخيط وهي تاني تناقص اللي بعدها كمان منتصف الغرزة الاولى منتصف الغرزة التانية وهذا التناقص الثالث بعدها اربع غرزات حشو هاي واحد اتنين ثلاثة هون اربع يبقى عندي الغرزة اللي قبل غرزة العلامة وغرزة العلامة رح ااخدهم مع بعض بغرزة تناقص وحدة هاي غرزة تناقص وهي اخر غرزة بهذا الدور بالدور السابع وصلنا الدور التامن من الدور التامن حتى الدور لتلتعاش في عندي ادوار سابتة في كل دور منهم نشتغل فيه 13 غرزة حشو عبارة عن ست ادوار سابتة ما فيها تزايد ولا فيها تناقص بس ادوار سابتة اشتغل هاي الست ادوار السابتة وبختم بمنزلقة تكون انهيت القدم وبحشي بفايبر حتى تكون جاهزة لسبتها على جسم الدمية في نهاية الشغل يعني نهاية نهاية قطعتنا ونجيكون القطع اللي عم نشتغلها كيف صار شكلها بهذا الشكل وبعد ما احشيها بتتاخد هذا الشكل بعد ما انهي الست ادوار السابتة وبختم بمنزلقة وبترك مسافة من الخيط رح استخدمها للتسبيت والخياط نكون انهينا القدمين واليدين لعمل الجسم اللي ابتدي بعمل دائرة سحرية بعمل الخيط على شكل دائرة بهذا الشكل بسبتها ليصبعتي ومن داخل هاي الدائرة بتي اسحب الخيط اول مرة وتاني مرة الدائرة السحرية عندي جاهزة اللي ابتدي فيها الدور الاول هو عبارة عن 6 غرزات حشو داخل الدائرة السحرية هاي الغرزة الاولى هاي الثانية تالتة جارعة خامسة وهي الغرزة السادسة 6 غرزات حشو داخل الدائرة السحرية بدي حط العلامة عند الغرزة الاولى حتى سبتها ونسحب الخيط خيط الدائرة لسكر دائرة رجع العلامة لاخر غرزة في الدور انتهى الدور الاول وجاهزة ابتدي الدور التاني هو عبارة عن 6 غرزات تزايد هون من اول غرزة بدي فوت واسحب الخيط اول مرة هاي اول غرزة برجع فوت منفس المكان لاشتغل غرزة التانية هاي اول تزايد بروحها اللي بعدها كمان واحد واثنين هاي الثاني تزايد اللي بعدها واحد واثنين هذا التالت واحد واثنين هذا التزايد الرابع واحد واثنين هذا التزايد الخامس وصلنا لاخر غرزة اللي هي غرزة العلامة كمان تشتغل فيها تزايد اللي هو التزايد السادس انهينا الدور التاني بهذا الشكل الدور التالت عبارة عن غرزة حشو غرزة تزايد منكررها ست مرات كيف يعني؟ يعني اشتغل بأول غرزة سحط منها الخيط واشتغل فيها غرزة حشو اللي بعدها هون اشتغل فيها تزايد يعني غرزتين واحد واثنين هاي أول مرة بنرجع بدي يكرر بدي يكرر ست مرات يعني ده بعده بنرجع اشتغل غرزة حشو غرزة تزايد غرزة حشو غرزة تزايد بتكون آخر تزايد هو التزايد السادس بيكون بغرزة العلامة هاي غرزة حشو غرزة تزايد بهذا الشكل بتم بكرر حتى أصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها تزايد وصلنا الدور الرابع اللي هو بارعا غرزتين حشو غرزة تزايد تتكرر ست مرات هاي الغرزة الأولى غرزة حشو والغرزة التانية كمان غرزة حشو وصلت للتزايد يعني هون فيها غرزتين هاي أول غرزة وهي الثاني بنرجع اللي بعدها كمان غرزة حشو غرزة حشو تزايد هاي أول غرزة من نفس المكان باخد الثاني وبكرر نفس الكلام حتى أصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها التزايد السادس الدور الخامس عبارة عن ثلاث غرزات حشو غرزة تزايد بنكررها ست مرات هاي الغرزة الأولى غرزة حشو وهي الثانية كمان غرزة حشو هاي الغرزة التالتة غرزة حشو وصلنا للتزايد يعني هون فيه غرزتين هاي أول غرزة من نفس المكان باخد غرزة الثاني وبكرر نفس الكلام حتى أصل لغرزة العلامة بيكون فيها التزايد وصلنا للدور السادس في الدور السادس نشتغل أربع غرزات حشو غرزة تزايد بنكررها ست مرات هاي الغرزة الأولى غرزة حشو هاي الثانية الثالثة الرابعة وصلت للتزايد يعني هون فيه غرزتين هاي أول غرزة ومن نفس المكان بشتغل الغرزة الثانية وبكرر حتى أصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها تزايد في الدور السابع بنشتغل خمس غرزات حشو غرزة تزايد بنكررها ست مرات هاي الغرزة الأولى غرزة حشو هاي الثانية تالتة الرابعة وهون الغرزة الخامسة وصلت للتزايد يعني هون بسحب الغرزة الأولى بس المكان لغرزة الثانية وبكرر نفس الكلام حتى أصل لغرزة العلامة هاي الثانية غرزة حشو تالتة الرابعة وهي الخامسة وصلت للتزايد هاي أول غرزة ومن نفس المكان باخد الغرزة الثانية وصلنا حتى الدور الثامن من الدور الثامن حتى الدور 13 عندي أدوار ثابتة في كل دور منهم بدي أشتغل فيه 42 غرزة حشو لست أدوار ثابتة ما في عندي بهي الأدوار لا تزايد ولا تناقص نفس عدد الغرز يعني في كل غرزة بشتغل غرزة حشو هيك حتى اكمل الست أدوار كاملة ما بنسى نقول غرزة العلامة دائما لآخر غرزة في الدور اللي بشتوله ممكن حط ورقه قلم جنبي وحط عليه إشارة كل ما أنهيت دور رح اشتغل هاي الأدوار الثابتة وبرجها بكمل معكم أنهيت الأدوار الثابتة وصلنا حتى الدور الاربطعش في الدور الاربطعش بدنا نشتغل خمس غرزات حشو غرزة تناقص منكررها ست مرات هاي الغرزة أول غرزة حشو هاي الثانية تالتة رابع خامسة وصلت للتناقص يعني هون نطلع من منتصف الغرزة الأولى ومن منتصف الغرزة الثانية بسحب من هون الخيط وبشتغلها بغرزة تناقص وحدة وبكرر نفس الكلام حتى أصل غرزة العلامة والغرزة اللي قبلها بيكون غرزة تناقص وحدة وصلنا الدور الخمسطعش في الدور الخمسطعش هو دور سابت بدي أشتغل في كل غرزة غرزة حشو وحدة بس ما عندي تزايد ولا تناقص يعني هاد الدور بدي أشتغل فيه ستة وثلاثين غرزة حشو رحشتغل هاد الدور السابت ومنرجع منكمل مع بعض في الدور الستعاش بنشتغل أربع غرزات حشو غرزة تناقص منكررها ست مرات هاي الغرزة الأولى غرزة حشو هاي الثانية ثالثة رابعة وصلت للتناقص نطلع من منتصف الغرزة الأولى ونرجع ونطلع من منتصف الغرزة الثانية بسحب منهم الخيط وبشتغلهم بغرزة تناقص وحدة وبكرر حتى أصل لغرزة العلامة والغرزة اللي قبلها بيكونوا غرزة تناقص وحدة الدور السبطعش هو دور سابت يعني نشتغل فيه بس غرزات حشو ما عندي تزايد أو تناقص يعني في هذا الدور بنا نشتغل فيه 30 غرزة حشو سنشتغل الدور السابت ونرجع نكمل مع بعض وصلنا الدور 18 في الدور 18 نشتغل 3 غرزات حشو غرزة تناقص منكررها 3 مرات هاي الغرزة الأولى منكررها 6 مرات هاي الغرزة الأولى وهي الثانية وهون الغرزة الثالثة صلت للتناقص بنطلع من منتصف الغرزة الأولى ورجع بطلع من منتصف الغرزة الثانية بسحب الخيط وبشتغلها بغرزة التناقص وبكرر نفس الكلام حتى أصل لغرزة العلامة والغرزة اللي قبلها بيكونوا التناقص السادس وصلنا حتى الدور 19 الدور 19 والدور العشرين هن دورين سابتات يعني في كل غرزة بدي أشتغل فيها غرزة حشو وحدة بس لدورين سابتات ما عندي تزايد ولا تناقص يعني في كل دور منهم رح أشتغل فيه 24 غرزة حشو رح أشتغل هاي الدورين سابتات وبنرجع منكمل مع بعض بعد ما انهيت الدور العشرين هون بدي أختم بمنزلقة بسحب الخيط من الغرزة وعدة بسحبه من الخيط اللي على الابرة بترك مسافة من الخيط للتسبيت للتسبيت للرأس فوق الجسم وبقص الخيط مرر الخيط من داخل الغرزة بهذا الشكل كون ختمنا الشغل بدي أحشي القطع بالفايبر بدي أحشيها بشكل مظبوط وعبيها مظبوط حتى تقدر تكون قادرة أنه تحمل الرأس بعد ما انتهيت من حش القطع بدي أثبت الرأس على الجسم بحيث تكون دائرة المنتصف بهذا الشكل أنا هون لسا ما سببت لا اليدين ولا القدمين لذلك فيني سببت الرأس بالشكل اللي أنا بديه طبعا باستعمال الابرة تنظيف الكروشي رح استعمل الخيط يلي تركته أنا من الجسم فيكن تستعملوا خيط خياطة عادي إذا كان أسهل عليكم خيط الخياطة بيكون مخفي أكتر ولكن تصليحه بيكون أصعب رحط الرأس على الجسم بطريقة ساوية وابتدي خيط غرزة من الجسم غرزة من الرأس بهذا الشكل بدي سبب ممكن البداية تكون الغرزات عريضة وبعدها شدها مكنها وممكن فورا مكن حسب اللي انتو بتشوفوه سهل عليكم بعد ما ثبتت الرأس على الجسم بهذا الشكل بدي سببت اليدين اليدين طبعا رح يكونوا بأعلى الجسم أسفل الرأس مباشر وتحت الأدنين يعني بدي حطهم بهذا الشكل وتأكد أنه هن المكان الصحيح قبل ما ابتدي بالخياطة ممكن سببتهم بدبابيس بعدها بالنظر بقارن مكان اليدين إذا كان هو مكان الصحيح اللي بدية أو لا بعد ما تأكد من مكان الصحيح بيبتدي بالخياطة طبعا بيستعمال الخيط اللي أنا تعركته من اليدين اليدين ما منحشيهم بيكونوا فاضيات ما فيهم حشو لاحظوا ما فيهم أي حشوة هون رح تدي خيط اليد الأولى الخياطة والتسبيت بدهم طولة بال الهدوء صبر ما بدنا نستعجل أبدا لأن التسبيت والدي يعطي الشكل النهائي للدمية فإذا استعجلنا فيهم منروح التعب تعبنا بتنفيذ الدمية وشغل الدمية ومنخرب الشكل فلذلك خلونا نشتغل بهدوء وبدون عجلة أبداً وصلنا لتسبيت القدمين أحط أحط الدمية بوضعية راح ديجيبها بهاي الطريقة هون خليني سبت بدبوس لاحظوا الموضع والقدم التانية نفس الكلام بجهة التانية هون القدم الأولى وهذا اتجاه القدم التانية كمان راح سبتها بدبوس خياط راح دبابيس كمان بالجهة الخلفية حتى تثبت معي لاحظوا معي كيف الدمية صارت متوازنة بوضعية الجلوس بعدها ببتدي بعد ما تأكد أنه وضع اتجاه الأقدام صحيح 100% استخدام الخيطان اللي نحن تركينها من الأقدام نهاية القدم راح ببتدي بالخياطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الوحيدة مينة نانسي قنقر صدميتنا هي الزنب رح نشتغل الديل مع بعض زنب الكلب رح نشطوله مع بعض بعمل الخيط ع شكل دائرة ومن داخل هاي الدائرة بسحب الخيط اول مرة وتاني مرة الدائرة السحرية عندي جاهزة لابتدي فيها الدور الاول هو عبارة عن ست غرزات حشو داخل الدائرة السحرية هاي الاولى تانية تالتة رابعة خامسة وهي الغرزة السادسة ست غرزات حشو داخل الدائرة السحرية رح حط العلامة بداية عند الغرزة الاولى امسك فيها الغرزة الاولى ونسحب الخيط بسكر دائرتي بعدها مننقل العلامة من الغرزة الاولى لاخر غرزة في الدور الاول انهينا الدور الاول الدور التاني عبارة عن ست غرزات حشو يعني في كل غرزة من هاي الغرزات اشتغل فيها غرزة حشو وحدة بس يعني عبارة عن دور ثابت خلونا نعد هاي الغرزة الاولى هاي الثانية تالتة الرابعة الخامسة وصلنا الغرزة السادسة اللي هي فيها العلامة هاي الغرزة السادسة ونرجع العلامة للغرزة السادسة الدور الثالت عبارة عن غرزة حشو غرزة تزايد منكررها ثلاث مرات هاي الغرزة الاولى هون معيش هاي القطعة صغيرة بدها شوية طولة بال وصبر هاي الغرزة الاولى اشتغل فيها غرزة حشو وحدة اللي بعدها تزايد يعني بدي يشتغل فيها غرزتين هاي اول غرزة من نفس المكان بنشتغل الغرزة التانية اللي بعدها غرزة حشو اللي بعدها هون تزايد هذا التاني تزايد اللي بعدها غرزة حشو وصلت لاخر غرزة اللي فيها العلامة اشتغل فيها تالت تزايد هاي واحد بنفس المكان اخدت الغرزة التانية لاحظوا القطعة عندي عم بتلف خيط الدائرة السحرية طالع من داخل القطعة هدا هو الوجه اللي بدي اياه رجع العلامة للغرزة الاخيرة الدور الرابع عبارة عن دور ثابت في تسع غرزات حشو واحد انين ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثماني وهي الغرزة التاسعة هي غرزة العلامة وبرجع العلامة لاخر غرزة في الدور الدور الخامس عبارة عن غرزتين حشو غرزة تزايد بنكررها ثلاث مرات الغرزة الاولى غرزة حشو والتانية غرزة حشو وصلت للتزايد يعني هون غرزتين هاي واحد والنفس المكان هاي اتنين وبرجع بكرر وصلت لنهاية الدور هون بدي اختم بمنزلقة يعني بدخل بالغرزة التالية بسحب منها الخيط وبسحبه من الخيط اللي على الابرة بترك مسافة من الخيط للتسبيت بمرع الخيط من داخل الغرزة حتى ثبتها واختمها بهذا الشكل بيكون ديل عندي صار جاهز طبعا الوداية رح سبته بعد ما حدد موضعه موضع الذنب بشكل مزبوط رح سبته بدي ببيس حتى يساعدني بالخياطة ما يتغير المكان يساعدني بالخيط يساعدني بالخيط وكون الشغل واضح وما في اي شيء غامض اذا في اي سؤال بتمنى تكتبولي بالتعليقات وان شاء الله انا رح كون معكن وجاوب عن اسئلتكن واستفساراتكن لهون رح وداكن عامل نلتقي بفيديو قادم بترككم بامان الله ترجمة نانسي قنقر